السلام عليكم اهلا بك بشمهندسة هنتكلم في رقم تسع عن دي بعض اللي تعتبر على الصور بتاعتنا قبل ما نستخدم اي الالغوريزم ودايما دايما عشان اطبق لازم الصورة الصورة بتاعتي يكون معمولة عليها يعني تكون عبارة عن كل اللي فيها تكون ما بين الصفر والوان المورفولوجيكال ترانسوفرميشنز في منها كزا نوعا نتعرف عليهم في الديكيتشور دي الديليشن والكلوزنج والروجن والأوبنينج والمس اندهت يعني كزا تكنيك بيستخدمه في موضوع المورفولوجيكال والمورفولوجي هي اصلها كلمة جاية من العلم البيولوجي مورف يعني ايه مورف في العلم في البيولوجيا مورف يعني ان انا بيكون عندي مثلا يرقة اليرقة اللي هي الحشرة الصغيرة وبعدكها بتكبر بتبقى فراشة فتحول اليرقة من حشرة صغيرة وبعدكها تبقى فراشة دي اسمها مورف العملية دي اسمها مورف فهو المورف في العلم البيولوجي معناها ان بيحصل تغير في الشيب بتاع الابجيكت نفسه تمام ده يعني المصطلح جاي منين؟ طيب هنا اول حاجة في الكيتشر بيكلمك على يعني مثلا عندنا هنا تو سيت اللي هو تو جيومتريك شيب دول عندي الست اي والست بي فهنا بنعمل اليونيون ما بينهم اللي هو اليونيون بياخد اليونيون بياخد اليونيون بياخدوا مع ربعض يعني ويدبقهم لكننا بنعمل العملية اور. الاور بقى اللي هيجة من الور والاند واللوت والكس اور وكل الكلام ده. يعني هو هو كني بطبق اور يعني تمام? فبعد كده لو انا طبقت جبت التقاطع اللي حصل ما بين اللي عندي دول علان التقاطع للشكل اللي هو المزلل ده. ده اللي حصل التقاطع ما بين الشكلين يعني تمام? طيب بعد كده في حاجة اسمها عندي اللي هي يعني لو انا جبت هنا فايه اللي بيحصل بمسك الشكل بتاع الايه ده? وبيحصل لكل البيكسلز. الوايت بتكون بلاك والبلاك بتكون وايت. هو ده معنا الكمبليمت. اه وبعد كده بقى الديفرنس بقى الديفرنس ان انا مثلا بطرح لتوش يبس من بعض. بلايه مثلا ان الجزء المزلل ده في الايه? هو ما جاش في البي خالص. فهو ده كده يعتبر الديفرنس ما بينهم. بعد كده برضو بتتكلم في بعض اللي هتفيدنا في مفهوم هنا بقى بنتكلم على مفهوم لو انت دراستي فاكيد هتكون عادية بالمصطلحات دي. ان انا بنقل حاجة من مكان لمكان تاني. يعني مسلا عندي الكوردنيتة اللي هي اكس وواي. تمام? وعندي مسلا دايرة موجودة هنا. فالدايرة دي انا عايز احركها خلت بقى موجودة مسلا في المكان ده. فاللي بيحصل بحركها على الاكس. وفي نفس الوقت بحركها على الواي. يعني مسلا هنا الشكل ده اللي هو الست اس ايه. انا بدل ما نقطة الاصل كانت هنا اللي هي كانت في الزيرو والزيرو. لانا حركتها مقدار على Z1 وحركتها برضو مقدار على Z2 على Z1 وحركتها على Z2 اللي هو ده فبالتالي بدل ما نقطة الاصل اللي كانت هنا لأنا خليته انه هو يبدأ من هنا فدي لكني بزود على الوبجيكت بتاعي فبخليه تحرك من مكانه مش اكتر يعني وهنا برضو بيتكلف مفهوم الريفليكشن هيعمل الريفليكشن هنا على الريفليكشن ان انا بقى عامل الريفليكشن للوبجيكت بتاعي حواليه النقطة معينة يعني هو هنا مثلا محددلك النقطة اللي هي الصمرة دي بتقولك ان هي هنا هتعمل الريفليكشن حوالي الوبجيكت ده حوالي نسوري البوينت دي فالبوينت دي اللي هي موجودة هنا فهتلاقي ان دي كده هتبقى ثابتة معايا والشكل كله هيتلفية عكس لفوق يعني الشكل ده كده هيقوم مرفوع لفوق هيبقى بالشكل ده فانا كده اكني عملت على الريفليكشن على الشيب بتاعي او الوبجيكت بتاعي اللي بيكون موجود في السوق طيب دي بعض وبعض ونعمل على الصورة زي ما تكلمنا في البداية والنوت والأور وهكزا فهنا لو انا مسلا عندي صورة بالشكل ده وعايز اطبع على النوت جيت النوت جيت طبعا بتاعكس يعني مسلا زي الصورة دي كده لو انا عندي داخل زير و هيطلع وان ولو داخل وان هتلع زير والأنت بنضرب بنضرب بنجمع لازم يكون عندي الاتنين بوان عشان يطلع لوا لازم يكون عندي الاتنين مختلفين عشان يطلع اللي بنطبع على الصورة ليه بنطبع على الصورة لان الصورة زي ما قلنا هي عبارة عن فقدر اطبع عليها اللي انا عايزه يعني هي فهنا ده خلاص قلنا النوت وهنا برضو عندي الصورة رقم A والصورة رقم B هنطبع عليهم فهتلاق نهو جبلي زي ما قلنا Ki干 دي عشان كده كان الجباه في البداية يعني فهنا هنا كنت انا كتبهو هو هو نفس التقاطع فالاند بيجيب ما بين الصورتين بياخد اليونيون بياخد كل اللي موجود عندي في الصورة يعني زي ما نشوف هنا مثلا هنا طبقية فبنطبق العادي بنجمع طبعا هنا قلنا في بنجمع في بندرق فهنا الصورة عبارة عن فنطبق هتلاقي ان هو وجاب لي بالشكل ده كده وبالنسبة لي برضو اتكلمنا فيها وقلنا لازم يكونوا الاتنين مختلفين يعني يكون عشان يطلع تمام فهنا برضو هو نفس الفكرة هتلاقي جاب الجزء دوت بس هو الابيض يعني هي عملية مع بعضها على حسب اللي احنا بيستخدمها وهنا هيطبق النط على هتطبق النط هنا وبعد ما هتطبق النط على هتطبق النط على هتطبق من لها اند مع البي وبالتالي هتطلع الشكل ده تمام هي كلها عملية لكننا بدرب في بعض وانطبق بقى الور والاند والكسور وكل الكلام ده طيب كل دي حاجات سهلة عشان كده بنعدي عليها سريعا هنبدأ بقى نتكلم في اول حاجة في المورفولوجيكال ترانسفورميشنز وهو الدايليشن يعني ايه دايليشن دايليشن بعمل اكسباند للبيكسلز بمد البكسلز دي بخلي زي ما قلنا كده في البداية عندنا يارقة اليرقة دي بتكبر بعد كده بتبقى فراشة فدي عملية مورف عملية تغير في الشيب فالدايليشن بنسمى كده اللي هو تمدد بنعمل تمدد للبيكسلز بتاعتنا فهنا وز اي اند بي ال اي ده اللي هي الصورة بتاعتنا اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو نقدر نقول عليه فلتر او نقول عليه كل دي مسميات هو فلتر عادي جدا باخده ومعمله قبلاي على الصورة بتاعتي اللي هي عبارة عن زد اتنين زد باتنين دي اللي هو اللي اتنين مقصود بها لأكس والواي يعني الصورة عندي عبارة عن اكس والواي اللي هي بتاعت الصورة اللي هي الاتنين دي يعني ما ينفعش تكون تلاتة لان دايما بتتمثل في شكل دي ما ينفعش ان انا امثلها في سري دي. تمام? عملية اللي بتحصل على الصورة اللي هي ايه? عن طريق البي اللي هو بيتم تعرفها من خلال دي. اللي هو اللي هي الصورة بتاعتي. الدايرة دي وجوها علامة بتدل على إنما لو جوها علامة فكده بنتكلم في عرفها كده زيادة تندد البكسل يعني ان احنا بنعمل اروجن او بنعمل تآكل في البكسل اللي هي هتبقى فهنا ده الفورمولة يعني هنا في الدوريشن الى هاتو فورمولة ادي الاولى وادي التانية. طب هنا بيقولك بقى انح خلاص قلنا الزد دي دي الاكس والواي كوردنيتس. آآ آآ فهنا البي البي هات دي مقصود بيها ايه? مقصود بيها الرفليكشن اللي بيحصل على الاستراكشورنج ايلمنت من الاوريان بوينت يعني ايه? طبعا الاستراكشورنج ايلمنت هو مالوش شكل واحد ليه كزا شكل فالاستراكشورنج ايلمنت اتفقنا اللي هو موسك عادي جدا باخده بعمله قابلاي على الصورة. هو بيكون مثلا ايه ممكن له هو تلاتة في تلاتة طبعا شكله بيختلف. آآ ممكن يكون اي شيء مش هيفرق يعني. فممكن هنا مسلا ده الاستراكشورنج ايلمنت بتاعه ممكن هنا واحد 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 هنا كده واحد وفي الكورنرز مثلا آآ زيروز. تمام? طيب. فالاستراكشورنج ايلمنت ده باخده بطبعه على الصورة اللي هي عبارة عن بايناري ايميج. فالاكوشن الاولى دي معناها ايه? اول حاجة خلناها في اللاين ده. اللاين ده معنا ايه? بقولك ذا رفليكشن اوف بي. البي ده التفاقنا اللي هو الوريان بوينت. فين الوريان بتاع الاستراكشورنج ايلمنت الوريان اللي هو القيمة اللي في المنتصف اللي هو الواحد ده. ده هو الوريان بوينت. اللي هو منتصف الاستراكشورنج ايلمنت بالزبط. الرفليكشن هيديني البي يعني لما اعمل البي هات دي البي هات دي مقصود بيها اه اه البي هات دي مقصود بيها الريفليكشن بتاع البي. فلما اعمل الريفليكشن للبي هات هيديني البي برضو. ليه? لان الوريان بوينت هو بيقولك يعملي للصف اللي فوق والصف اللي تحت حوالين فلما اعمل هيديني نفس 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 مش هتغير في اي حاجة يعني تمام فده يعني نقدر نقول بقى كده ان البي هات البي هات هتساوي البي لان لما اعمل ده لما اعمل ده لما اعمل حواليه للنقطة نقطة دي اللي هي القميتة واحد لما اعمل هيديني نفس الماسك فبالتاني ان البي هات هترجع لي البي برضو تمام بعد كده ده هو ده هنفضل نعمله على الصورة الاصلية بتاعتنا فهو ده اللي احنا هنستخدمه عرفنا خلاص السطر الاولي ده معمول لازمته ايه هيديني سوري البي هات لما اعمله هيديني بي برضو عشان كده قلنا البي هات بتساوي البي وبنعمله شفتنج بقى نفضل نطبقه على كل البيكسلز اللي موجودة عندي في الصورة وبالترى دي بنعمل الدييليشن طيب الدييليشن شروطه ايه لما باخد الصورة دي وطبقه على البايناري امدج بعمل ما بينج بقى لو في قيمة قيمتها واحد في المسك او في عملت مع قيمة في الصورة اللي هي وكانت القيمة دي قيمتها واحد برضو ففي الحالة دي هيحصل كلام يبدو غامض شوية مش هوضح لبامسالي يعني مسلا عندي صورة اهو وادي قلنا هنا واحد 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 هنا صفاقة تمام صفاقة فدي الصورة بتاعت ايه فانا اول حاجة بحط النقطة او السنتر ده السنتر بتاع الماسك هو اللي بيكون هنا في الطوب لفت فبالتالي هيكون الماسك هنا كده او بتاعي هيكون هنا كده بالزبط تمام بحيس ان البيكسل اللي هي في في المنتصف بتاع الستراكشرينج هي اللي تكون عند الزيرو والزيرو في البيكسل نفسها بعد كده بقارن بقى يعني مثلا يعني لو البيكسل اللي هي اللي هي واحد دي اللي في المنتصف اعمل اه عملت مع البيكسل اللي في نقطة الزيرو الزيرو اللي هي في الصورة الاصلية عند见.* احنا لدينا الصورة اللي منها اللي بتطبع عليها العبارة عن بايناري برضا. فهنا مثلا لو دي كانت مسلا يعني. تمام? ودي كانت فإيه اللي حصل? هنا حصل ماتشن. حصل ايه ماتشن? فيكون عندي صورة جديدة? الصورة الجديدة دي هيكون بنفس بتاع الصورة القديمة. وهنا قم حاطة لها قم حاطة لان حصل ماتش. حصل ماتش ما بين بتاع والسنتر بتاع ده. بعد كده اقوم اعمل دي ده ده اتناحية اليمين. بالطريق بالطريق دي لو فيه واحد عمل لماسك ده كله عمل كل الوحاية دي لو كل الوحاية دي عملت مع كل الوحاية دي الاوتبوت واحد الاوتبوت هيكون هنا وهنا واحد برضا. لو كل الوحاية دي اللي في عملت مع كل الوحاية اللي موجودة في الصورة البينار اينا بطبق عليها الاستراكشن هيدين واحد في اه في الفيガ البط. اه طب ده ده لو حال theres when is called? لو في بيقولك لو حصل تطابق كل يعني. تمام? آآ كان فيه تقاطع كل ما بين البي البي هات اللي هو الستراكشورنج يعني منت بتاعي. وي الايه اللي هي الصورة الاصلية. طب لو كان التقاطع جزء ايه? يعني لو مش كل الوحيدة عملت ماتشنج. يعني مثلا لو رجعنا هنا تاني. لقيت بس ان الواحد ده هو اللي عامل ماتشنج مع الواحد ده. انما الواحد ده كان بيقابله هنا مفيش حاجة. الواحد ده مثلا كان بيقابله هنا زيرو. هنا كان فيه زيروه في الصورة الاصلية نفسها. فبالتالي ما عملش ماتش معي. فايا كان لو فيه تشابه كلي. او فيه تشابه جزئي. ففي الحالة دي هيحصل يعني هيكون بتاعي. الاوتبوت اللي اللي اتلع في الصورة ان هيكون فده معنى التانية دي. تمام? فهو ده مفهوم بيحصل تمدد في البيكسلز. انا كان نفسي الدكتور بتاعتك تكون حطالك هنا بالاركام. آآ بس يعني يا رب نكون ان احنا فهمنا الفكرة يعني ومفهوم الديليشن. وطبعا شكل الاوتبوت اللي بيطلع لي بيكون آآ الريزلت انهاية اللي بتطلع لي بتكون بناء على الاستراكشورينج المنت. الاستراكشورينج المنت بيديها شكل شوية برضو. بيدي الاوتبوت بتاع شكل شوية. يعني ايه? يعني مثلا ان انا هنا عندي استراكشورينج المنت او. خد بالك هنا بس كاتب لك ايه? البي هات البي هات بتساوي البي. زي ما قلنا. لان لما بعمل ريفليكشن. لما بعمل ريفليكشن. للمسك بتاعي او الاستراكشورينج المنت حوالين الوريانبوينت اللي هي موجودة في الاص. في المنتصف في الزبط دي. لما بعمل ريفليكشن حوالين الدوت الصامرة دي. هاديني نفس المسك. فبالتالي ان البي هات هتساوي البي. ده السطر اللي احنا عدنا نشرح فيه هنا ده. اللي هو السطر ده. تمام? طيب. فده المسك بتاعي. اللي بقولك ان الويتس عبارة عن دي على الاربعة. والهاي عبارة عن دي على الاربعة. فهنا دي الصورة بتاعت ايه? الديمينشن بتاعها دي. برضو في الويتس. والهاي عبارة عن دي. ودي سيت ايه. سيت ايه. تمام? فهنا الصورة دي. اللي هي الصورة دي. لما طبع لها الستراكشورينج المنت ده. الزيادة تحصل بمقدار قد ايه? يعني مثلا في الويتس هيحصل بمقدار ده. تمام? اللي هو مثلا دي على التمانية مثلا. دي على التمانية طبعا اصغر اصغر من دي على الاربعة. فهو الهاي كله دي على الاربعة والويتس دي على الاربعة. فلو حصل ماتشنج لو حصل ماتشنج يعني لو دي كانت النقطة الصامرة دي كانت وان. وهنا برضو كان في وان لما انا حطيت هنا او هنا فبالتالي الزيادة تحصل بمقدار قد ايه? يعني التمدد اه لما طبق بقى ده كله او على كل اللي موجودها في الصورة كلها على ان التمدد بيحصل بمقدار بتاع الماسك نفسه. اللي هي الحتة دي. ده بالنسبة لي اه الويتس اه هيبقى تمانية على اه سوري دي على التمانية وهنا هيبقى دي على التمانية. يعني الحتة اللي هتزيد عندي يعني مثلا ده المربع اللي هو المعمول بشكل اه متقاطع ده. تمام? والزيادة اللي هتحصل بس هي الحتة دي. دي هي الزيادة اللي هتحصل ديها تمانية على دي على التمانية. طبعا زي ما قلنا دي على الثمانية اصغر من دي على الاربع. يعني يعني مثلا لو رجعنا هنا كده. هنا المسك ده. اعرف مقدار الزيادة اللي هيحصل قد ايه? في الوبجيكت اللي موجودة عندي في الصورة. لو انا عندي اوبجيكت وعايزة اعمل علي مقدار الزيادة اعرف قد ايه? لو حصل مثلا ماتش. ان دي الواحد ده زي ما قلنا عمل ماتش مع الواحد اللي موجود في الصورة الاصلية هنا في النقطة الاصل. فمقدار الزيادة هيكون ان هو هيزود فوق صف. وتحت اه صف. وشمال صف. ويمين صف. كل اللي حواليه النقطة اللي في المنتصف هيحصل له زيادة في النقطة او في الصورة الاصلية اه اللي احنا بنطبق عليها فهو دوت ازاي يعني ان ان بيساهم في اه شكل اللي هيطلع. يعني هنا الزيادة حصلت بمقدار دي على الثمانية هنا وهنا برضو حصلت بمقدار بالنسبة الهاي بقى هنا برضو حصلت دي على الثمانية وهنا دي على الثمانية. على عكس مسلا اللي احنا قدرنا شكل بص هنا شكل عامل ازاي اللي هو الماسك بتاعنا ممكن يكون شكل عامل كده يعني ممكن يكون آآ عبارة عن طلت صفوف في عمود واحد هنا مسلا يكون في زيرو هنا يكون في وان هنا يكون في زيرو. والهاي بتاع الماسك ده هو دي والويتس هو دي على الاربعة. فبالتالي الزيادة اللي هتحصل في هي قد ايه? الزيادة اللي هتحصل في الويتس هي هتكون الحتة دي كده. اللي هو من النقطة اللي في المنتصف دي اللي هو الحتة دي كده. يعني مثلا دي هي النقطة الصمرة دي بيتمثل المركز او السنتر بتاع الستراكشورنج ايلمنت. فدائما الزيادة بتكون من اول الستراكشورنج ايلمنت لحد ايه? اخر الويتس بتاعي. تمام? وهنا برضو الزيادة في الهاي هتحصل بالمجدار ده. فبصي في الهاي. في الهاي حصل تمدد للبيكسل بشكل كبير. يعني مثلا عندي الكتانجي العامل كده. لما طبع ليه الستراكشورنج ايلمنت ده هتلاقي ان هو طول. بياخد الشكل بتاع الستراكشورنج ايلمنت نفي. يعني هنا بصي الزيادة تكون بمجدار دي على الاتنين. تمام? هنا الزيادة تكون. لان طبعا الهاي كله كام? الهاي كله ودي. الهاي كله ودي. فلو انا خدت الماسك ده مثلا رح تحطه هنا. يعني لو النقطة الصمرة دي كانت هنا كده بالزبط على الركتانجي الاصلي. فهو اصلا طوله كله دي. فهتلاقي النص نص دي فوق ونص دي تحت. يعني هنا دي على الاتنين فوق. وهنا دي على الاتنين آآ زيادة حصلت تحت. هنا ايه. تمام? فهنا دي على الاتنين الزيادة بتاعتي فوق. ودي على الاتنين زيادة اللي حصلت تحت. وبالنسبة للويتس دي على التمانية وهنا دي على التمانية. لان دي على الاربعة. فدي على التمانية اصغر من دي على الاربعة, فبالتالي الزيادة اللي هتحصل هي دي بس. تمام؟ ليه الحتة دي. فده ازاي يعني عايز اعرفك ان انا كان عندي الريكتانجل. اللي هو الريكتانجل ده فلما طبع عليه مسك او بالشكل ده هيكون الشكل بتاعي عمل كده يعني. ده الزيادة اللي هتحصل. الزيادة حاجة يعني ايه تكون بنانة على يعني لو الماسك ثلاثة في ثلاثة والبيكسل اللي في دي في الماسك نفسه او في نفسه عملت مع البيكسل اللي موجودة في الصورة الاصلية فالزيادة هتكون بالمقدار ده اللي هو مثلا لو فيه كولوم في اليمين لو مثلا الماسك ده تلاتة في تلاتة فهيحصل زيادة في اليمين بكولوم زيادة في الشمال بكولوم وهيزيد هنا صف وهيزيد هنا كمان صف ده هو مفهوم الديليشن هنا كمان بيديك اكزامبل اهو عندك تكست ده كل تكست ده هيتطبع عليه بحيث ان هو بيعمل تمدد او يملل زي ما قلنا ده احد ده مسال اهو ان انا عندي حرف الاي والاي هنا فيه طبعا تقاطعه فقلنا ان ان بيعمل تمدد للبيكسلز بتاع دي تمام بس هنا في مرحوظة انا من وجهة نظري ان انا لو طبقت الاستراكشورنج المنت ضبعت على الاي والاي بالشكل ده مش هيعمل اه دايليشن دايريكت ليه لان يفضل في الديليشن ان الابجيكت هو اللي يكون لونه ابيض ان الابجيكت هو اللي يكون لونه ابيض ليه لان مثلا هنا عمرك ما هتلاقي اه ان بيحصل مابينج اه هنا لان طبعا هنا خلينا مثلا ان احنا هنطبع الاستراكشورنج المنت اللي هو بالشكل ده اللي هو حطه على الصورة دي فدايما هتلاقي الان بيجي مع الزيرو فبالتالي الزيرو اللي هي اللي هنا دي عمرها ما يحصل لها لان دايما دايما في هتلاقي دي مثلا فلما تيجي هنا مع ده يبقى محدود هنا ما سيبقى فمش هيحصل عشان يحصل لازم يكون مع في كله ومش شرط الواحد اللي في المنتصف احنا قلنا لو حصل تشابه جزئي او كلي ما بين اللي موجودها في الصورة هيحصل تمدد بس هنا يعني عشان تبقى يحصل لها بالشكل ده انا شايف ان افضل حاجة ان احنا ناخد ده كده ونطبع عليه الكمبليمنت الكمبليمنت يعني ايه يعني اكنا بنطبق النوت يعني هنعكس الحروف دي اخلي حرف ال اي وال اي هنا لونهم ابيض والباكجراوند هي اللي كلونها اصمر ففي الحالة دي اطبق ال اه هلاقي ان هو التمدد حصل معي بشكل افضل يعني انما هنا لو احنا طبقنا جربيها كده بالورة والقلم يعني مسلا الحرف الاي والايد والايد جربيهم كده واكتبوهم في شكل متريكس اللي هما ارقام واخد الاستراكشرنج الامنت ده وطبع عليه ممكن تزبط يعني ممكن اكون انا غلطان بس انا شايف ان دايما الون مع الزيرو اللي هنا يعني مسلا اكننا حاطيني الماسكي هنا كده مسلا يعني تمام ادي اللي هو التلاتة في تلاتة والبكسل اللي فالنص هنا دي وهنا مسلا ممكن اقول ان هي على الرجل اللي هنا اللي هو الجزء الاصمر اللي هنا يعني تمام؟ فهنا هيبقى وان وزيرو وبعد كده هنا ممكن يكون اه ممكن يحصل تشاوية مثلا دي هتبقى الي هي البيكسل اللي هنا دي اللي في الصورة النفسها تبقى وان ودي هتبقى فهيحصل اه تمدد فالتمدد ده هيبقى يعني هيدين يعني لون ابيض مش هيدين اصمر زي اللي هنا ده فهي دي الفكرة يعني. اه وبرضو انا شايف ان هيزبط الموضوع بشكل افضل او ممكن دي تكون صحيحة وانا غلطان ولكن انا قلت وجهة نظري فيها ان انا لما بصيت فيها كده وفكرت لقيت ان هو دايما يعني الموضوع مش هيكون زابط ان هو يعمل لي تمدد في البلاك لان دايما الماتشنج بيطلع لي وان والوان يعني لون وايت وهكذا تمام ده بالنسبة يعني ده اكزامبل على هو برضو نفهم من هنا او اللي عايزين نطلع بيه من هنا اللي هو بيملال الجابز يعني بص كل التكست ده متطبع لديلشن وطبعا بقى اوضح بالنسبة لنا كهيومانز وبالنسبة كمان لي الكمبيوتر نيجي بقى نتكلم في بس هنا ناخد بنا من ملحوظة برضو شغيرة لان انا قلت من شوية ان الشكل بيساهم في شكل اللي بيطلع فاطلاحز ان هنا واستخدم زك شوية لانه عمل زي شكل دايرة يعني يعني لو مساحنا دول كده هتلاقي ان واخد ايه شكل كده الوحية دي بتمثل دايرة اهي لان هنا فيه في حرف ده عايزين احافظ عليه وهنا برضو في في حرف ففيه كتير في الموجودين عندي فعشان احافظ عليهم اه فاختيار ممتاز يعني ده لان فيه كتير جدا 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 خالي مسلا لو احنا اخدنا كل اللي فيه كل اللي فيه فهتلاقي ان حرف الايه الاوتبط اللي هيطلع لي هتلاقي ان هو يعني هنا كده هتلاقي ان هو جاي كده ممكن يعني تلاقي ليش ان حصل لحد هنا كده فكل ده هيبقى فهتلاقي ان اواخد كسرة اه كده في في المكان ده عامل زاوية هنا كده مش هيبقى بالشكل ده فده برضو ان احنا ازاي اه نختار بتاعنا برضو مهم ان احنا ناخد المناسب للأبجيكت اللي احنا شغالين عليه فهنا برضو هنتكلم في هو عكس كانت بتكبر اللي موجود في الصورة بتعمل بتصغر اللي موجود عندي وهو دي اه ده هو الفورمولا بتاعت اللي هو دايرة كده وجوهها علامة البي ده اللي هو اللي هي الصورة والزد اللي هي قايمة اللي موجودة في الصورة يعني قلنا البي هات هي هي البي هات دي هي الريفليكشن اللي بيحصل وقلنا الريفليكشن هديني نفس القيم فبالتالي البي هتساول نفس الكلام اللي اتكلمنا فيه من شوية هو نفس الساطر موجود اهو بلونجس او يعني تنتمي جزئيا لكلام ده معناه ايه بمنطقة البساطة يعني كل اللي مكتوب ده اه او او الاروجان اه الاروجان بيشتغل ازاي ان انا مسلا بيكون عندي الصورة وعندي ولا يكون شكل عامل كده تمام كل اه يعني عبارة عن تلت صفوف في في كلهم واحد تمام وكل القيم اللي فيه بوان فدايما لازم اعرف فين او المركز بتاعي فين فممكن واحد يدود لك المسألة مش دايما على فكرة مش شرط ان ان دايما تكون هنا في المنتصف ممكن يقول لك ان دي دي هي بتاعتك هي دي بتاعتك هو ممكن يقولها لك كده يعني تمام انما خلينا احنا نفترض ان الواحد اللي في النص ده هو بتاعنا او بتاعتنا اللي هو ده هاخده وقوم اطبعه على اول حاجة اللي هنا دي هيكون عامل كده يعني تمام يكون في بيكسل فوق وبيكسل في المنتصف على الوريان بالضبط وبيكسل واخدر قيمة اللي هي تحت اللي هي هنا في الصورة نفسها تمام ففي الاروجن لازم كل البيكسل او كل اللي موجودة في تعمل مع كل اللي موجودة في الصورة الاصلية يعني التلات وحايد دول لازم يقابلهم هناك هنا تلات وحايد عشان القيمة تطلع لي واحد في الصورة الجديدة تمام انما على عكس بقى الضاليشة الضاليشة انا كنت بلاقي ماتشنج حصل ماتشنج سواء جزء او كل كنت بطلع وان انما هنا مش هتطلع لي وان غير لو كل اللي موجودة في القيم بتاعتها عملت مع كل اللي موجودة في الصورة الاصلية اللي اللي احنا شغالين عليها بنعمل عليها ففي الحالة دي بس هيطلع لي تمام فلازم يحصل تشابه كل ما بين الصورة الاصلية ودي طبعا خلاص يعني الخلاصة بتاعت هو ده الموضوع هو لو جاب لك اسئلة عن الاروجن والديوليشن هيديك مسألة ويديك ويقول لك طبقي الاروجن دعط على الصورة يعني وطبعا شكل برضو الاروجن بيفرق في شكل الاوتبوت اذا كنا شغالين على اروجن او ديوليشن يعني وهنا بقى بيقول لك يعني بيديكي اثبات كده بيقول لك ان الايه لما الصورة الاصلية لما طبع لها اعمل يعني اعمل واعمل هنا اروجن بعد كده اخد الكلام ده بيساوي اكي انا عملت يعني على الايه لالصورة الاصلية وبعد كده عملت مع البيهات البيهات اللي هي البيه يعني اللي هو بتاعنا فالكلام ده بيساوي اه بعض وهنا بقى بيديك زي اثبات كده وهيطلع في الاخر ان ده اه هيتسوا مع ده زي الشكل اللي هو هنا كدبه يعني المهم دي يعني اه الفورمولة بتاعة الاروجن فهمنا فكرة الاروجن لازم يحصل بشكل كلي مع ما بين اللي في والفاليوز اللي موجودة في اه الصورة اللي احنا شغالين عليها يعني تمام وهنا برضو بيديك نفس النساء ولكن بقى باستخدام عندنا اهو هنطبع على ده فالويتس دي على الاربعة برضو والهاي دي على الاربعة فبالتالي اه اللي هيحصل هيكون بسيط يعني مش مش هيكون بمقدار ايه اللي هو دي على تمانية فهتلاقي ان هو حصل يعني دخل جوة يعني بشكل مش ملحوظ لان احنا ما صغرناهش قوي يعني تمام برضو بيفرق في اللي بنيعمله على ده شكله كان كبير يعني مثلا خمسة في خمسة مثلا ولا حاجة هتلاقي ان الريكتانجل ده اه حصل او تآكل بشكل كبير جدا يعني ولو هنا مثلا استخدرنا ده اللي هو الهاي بتاعه دي والويتس بتاعه دي على الاربعة فهنا هيحصل بمقدار اه النص دي على الاتنين بصي نص بتاكل يعني كل ده ما بقاش موجود من الريكتانجل ده ده اللي احنا بنطبع عليه ده تمام فهنا المقدارة يقلب هنا طبعا الهاي دي الهاي كله دي فبالتالي اللي بحصل هيبقى دي على الاتنين على اساس مسلا النقطة النقطة الصمرة دي اللي هي تحت هنا دي هي دية فبالتالي لما حطت النقطة دي هنا وطبق فيبقى نص الريكتانجل ده فوق ده يكون نص هو والنص التاني هيكون تحت هنا فبالتالي بيحصل تأكل النص يعني النص اللي هو كل ده تأكل من الريكتانجل نفسه تمام وهنا بالنسبة هيحصل تأكل برضو بمقدار كام بمقدار دي على الاتنين اللي هي الحتة دي بس ليه لان لان مش عارض من هنا لو عايزة عمل تأكل اكتر من هنا بالنسبة للريكتانجل لو عايزة اخليه عمله اكتر من كده اكبر ده يعني اخلي يكون شكل عامل كده ولا حاجة تمام فشكل بيساهم طبعا في اللي بيطلع لي بالنسبة لي هنا بقى بيديك example جميل جدا على وفي نفس الوقت هيطبق يعني مثلا هنا بيقولك عندنا الريكتانجل الريكتانجل ده تهد فيه مجموعة مجموعة كل مجموعة فيهم ليه معين هنا بيقولك ان الريكتانجل ديهة الموجودة ديه عندنا الريكتانجل بتاعه عبارة عنوان باي اوان تاني سري باي سري سيفن باي سيفن اه ناين باي ناين لحد ففتين باي ففتين. دي هي بتاع كل موجودة عندي في الصورة اللي هي على الشمال دي. تمام? فالفكرة هنا ان احنا اه هو هنا عايز يهتم اه يهتم بيه اللي هي حجمها كبير جدا. اكبر موجودة هنا عندنا في الصورة. دي هات بس هو اللي عايز يجيبهم يعني. اه اللي هي لصيف بتاعهم خمستاشر في خمستاشر بكسل. فعشان انا اعمل حاجة زي كده عشان اخد الكبير جدا اللي هو واضح جدا ان هو ده والركتانجل ده. تمام? والركتانجل ده هما دول اكبر لاذا اللي هما الخمستاشر في خمستاشر. فعشان انا اجيبهم لازم بتاعي. يكون بتاعه ما بين التسعة وما بين الخمستاشر. عشان يجبلي اه آه دي. يعني مثلا ممكن يكون حداشر في حداشر اللي هو ممكن يكون مثلا اتناشر في اتناشر معاك لحد خمستاشر في خمستاشر تمام? لو خدنا خمستاشر في خمستاشر ممكن يجيب لي برضو بعض الايه? بعض الريكتانجلز او البيضة من الريكتانجلز التاني. انما لو خدنا اه ستاشر في ستاشر اه ممكن ما يجيب ليش خالص يعني لان دلوقتي بنعمل ارودي دي. فافضل حاجة انه بتاعي يكون ما بين التسعة والخمستاشر عشان يديني الريكتانجلز بتاعها خمستاشر في خمستاشر تمام? فهو هنا هيختار اه استراكشورنج ايلمنت هيختار استراكشورنج ايلمنت. الريكتانجلز بتاعي يكون تلتاشر بيكسل في تلتاشر بيكسل. وهيعمل له على الصورة دي. بهدف اللي هو يعمل اه اروجن. وفي هنا فكرة اه اه لازم اه تلتاشر في تلتاشر بيكسل كلهم يكون قيم بتاعتهم مع اه الصورة الاصلية برضو كلهم يكونوا يعني التلتاشر في تلتاشر ده لكني جبت ده اللي هو تلتاشر في تلتاشر وحطته هنا. فيبقى كل القيم اللي هنا بوان. وكل اه طبعا كل الاستراكشورنج ايلمنت لو كل القيم اللي فيه وهنا المربع الابيض ده كل لونه ابيض ضوية يعني القيم بتاعته بوان. فهنا عمل حصل ماتش ما بين التلتاشر قيمة اللي فينا اه 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 فتمش هيكون جوية 13 قيمة يعني المهم انه هيحصل matching يعني لان الones اللي هنا كلها بتعمل matching مع الones اللي هنا ففي الحالة دي هيحصل elroded, elroded مش بيحصل غير لو حصل matching بشكل كله ما بين الصورة وبين elroded, المهم انه هو هيطلع لي el dots دي دي نتيجة elroded يعني اللي حصلت اللي انا خدت الاكبر rectangles موجودة عندي طيب ولكن rectangles زي ما احنا شايفين حصل فيها تآكل, انا عايز اطلعهم من الصورة وفي نفس الوقت ما يبقىش صغيرين كده فهذا الصغير الroded غصب عني لازم يطلع لازم بيعمل تآكل يعني في فالحل ايه? الحل اللي انا اروح بقى اطبع لهم وبنفس بتاع اللي انا استخدمته او نفس بتاع اللي انا استخدمته في عملية مش هغير في اي حاجة هستخدمه بس بهدف فقه ان انا اعمل فبالتالي هكوني ان انا اخدت بتاعتي من الصورة دي يعني طريقة جميلة ان انت ازاي تختار اللي انت عايزها من الصورة اللي انت شغال عليها يعني تمام? فدي هي او النتيجة النهائية بتاعتي تلقت اهي? اا كده اه داني كان اكزامبل على مع بعد كده بقى يبدأ يتكلم في دي برضو انواع تانية من خلينا بقى نتكلم عنهم في فيديو لوحدهم شكرا والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر